فاولو كويلو من فشل التأليف إلى الشهرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً نشر كتاب بعنوان الخيميائي ولم يلاحظه أحد تقريباً الذي عرض كتابه للبيع بأن شخصاً واحداً فقط اشترى نسخة منه بعد إصداره بقدر ما كان سماع ذلك مؤلماً مخيباً للأمال ظل واثقاً في عمله انتظر ظهور نتائج أفضل لكنها كانت بطيئة في الظهور حيث مرت ستة أشهر قبل بيع النسخة التالية الغريب أن الشخص الذي اشترى كتابه الأول هو نفس الشخص الذي اشترى كتابه الثاني بعد تلك السنة الأولى قرر الناشر أن الكتاب كان فاشلاً جداً وأنهى معه عقدة ومع ذلك تجاهل تلك الهزيمة الأولية وقرر عدم الاستسلام في الواقع تضاعف حينها حماسه لمتابعة مسيرته ولإيجاد ناشر آخر لم يكن العثور على ناشر جديد بالمهمة السهلة حيث قُبل بالرفض تيل والرفض لكنه تمكن أخيراً من الوصول إلى ناشر جديد ومعه فرصة أخرى لتحقيق حلمه وكان له ذلك بالفعل في البداية باع ثلاثة ألاف كتاب فقط لكن المبيعات استمرت في الارتفاع حيث باع بعد ذلك عشرة ألاف كتاب ثم مائة ألف وهكذا لم ينفض حظه بعد حيث استمرت مبيعات كتبه في النمو عاماً بعد عام حتى تم بيع أكثر من مائة وخمسون مليون نسخة من كتاب الخيميائي الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أنه باع أكثر من ثلاثمائة وعشرون مليون كتاب عند إحصاء جميع أعماله هذا الشخص يدعى باولو كويلو تظهر قصة نجاح باولو كويلو الملهمة أنه حقاً إن كنت تريد شيئاً بشدة فسوف يتآمر الكون بأسره لتحقيقه من أشهر مقولات باولو كويلو عليك أن تقاتل من أجل أحلامك لكن عليك أيضاً أن تعرف أنه عندما يثبت أن بعض المسارات مستحيلة فمن الأفضل توفير طاقتك لاستكشاف الطرق الأخرى ترجمة نانسي قنقر